يوم دكتور سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دال اليوم ان شاء الله معلومة تتعلق بالأكبش ديال عيد الأضحى ان شاء الله طبعا هاد العام ما هدرتشان على هاد الموضوع نهائيا علاش يكن تنتظر يمكن الحكومات خرج عظم الأعضاء الحكومة أو رئيس الحكومة يخرج معلومات دقيقة لأن المواطن عنده الحق دستور في المعلومة والمعلومة التي تنتظره هي طبعا يمكن قالوا ماذا ستورده ستوردنا 455 ألف ويمكن العدد يوصل 500 ألف لكن تكلموا على العدد المستورد لكن لا تكلموا على الدعم فهذا الدعم في حلقة في حلقة كنت تكلم عن عام الأول بالضبط هذا عام ولكن هذا الفيديو جائز يتحطي عاوثني اليوم كأنه عدر هذا العام يعني لا شيء تغير الحكومة تسير ماذا ما نقول هو نحن وأنا أنبح أنا أنا لا شيء لكن فقط إذا كانت الحكومة الهدف والهجز هو البناء وبناء العلاقات مع المواطن على أسس ديمقراطية على أسس شفافة من المفروض إذا سمعت هذا العبد الضعيف يقول ره ما عندناش معلومات على الدعم يعني هذا الحوالي مدعم قد نعرفوا بش حال مدعم وش ماشي حق المواطنين يعرفوا مش حال تدعم هذا الحوالي وش كنوا ما هاد الناس اللي عندهم الحق يستوردوا وشنه هي المعايير اللي اعتمدناها باش هاد الناس يتقبلوا يستوردوا علاش هاد الفلاح وماشي هاد الفلاح وما عارفنا هم تستوىش فلاحة ولا ماشي فلاحة يعني ممكن غيراج الأعمال ما عنده تشعلة قبل فلاحة وستورد وهادي ماشي عيب لكن نعرفه ش كون هما يعني علاش يحجبوا علينا المعلومة وهو الدو السورد يعطينا الحق أننا نرجل المعلومة هذا المبدأ أقر به الدو السورد 2011 وإحنا فرحانين بهذا الحق هذا لكن في البمارسة وفي الواقع اللي حد الآن قلتنا هادي عام باش كلمت في الموضوع دي الأكباش ومناسبة عيد الأضحى نفس الفيديو يمكن عاودي تحط ليهم ويبين على أنه حديث العهد وأنه يطبق ولا زال سائراً ولا هو صلاحية أيضاً فهات السنة يعني نفس المشكل نفس المشكل ما زال ما عرفناش ش كون اللي يخذ الدعم وش حال ش كون هاد الناس اللي يجاب هاد الحوالة ش كون هما وبش حال هاد الناس هادو يعني دابعضنا العملياignو الأول ويرتونها الإحصائيات ويقول لنا شونيير الاستفادة ليستفدها من استيراد مئات الألف دي الأكباش شونيستفادةا ما زال نعكس هاد الاستيراد على المواطن المغربي على المستهلك المغربي واش دابع بدون الاستيراد بدون الاستيراد مش حل حولي носو حانهعنه دابعكتفاء العالي حسن الحظعنعنه كتفاء يعني عندنا الخروف موجود في المغرب. وصرح يمكن الوزير كنظن بان عنا سبعة سبعات المليون ديال الرأس الغنم اللي يمكننا نضحيو به اللي هو جائز باش نضحيو به فهد الأضحية هدي. ياك ان سبعات المليون كافية احنا سيخصنا ربعة وخمسة. ربعة ولا خمسة ديال المليون. ان عنا الزايد. طيب الى عنا الزايد لانش سردنا لانش الاستيراد. اه يمكن كن الغلا. يعني المحلي لحولي غيطح غالي. وعلش غالي حيث العلف غالي حيث. اه كل شي تتبع قاعد ديال حولي من الول حتى التالي تنصره يكون وجد في وقت ديال العيد الأضحية غيطح غالي لانا اه المصارف دياله غالية. طيب اذن. الحكومة لهجز ديالها تهبط ثمن. على المواطن المغربي. اذن بحتات. بحتات. كان مفروض المخطط الاخضر. يكون هذا ما هدف من الاهداف ويتحقق. مش يكون هدف نظري. سطر مكتوب في تقرير. هذا مفروض يكون هدف من الاهداف. والولوج بسهولة الى اللحوم الحمراء. يعني الثمن يكون مقبول. طيب ما ما نجحناش في مخطط الاخضر ما ما نجحش في تحقيق هذا الهدف. يمكن. الاثمينة كنت تكلم عن الاثمينة. إذا سنستورده. طيب إذا استوردنا. ماذا سنستورده مليون ولا جوجة المليون. لا. السيد وزير فلاحة قال استوردنا. لحد الآن. 455 ألف ويمكن نوصله 500 ألف. وشهد 500 ألف. كافية لتأثر على الثمن ديال الخروف اليوم. وتهبطو بطريقة يعني فعلا ملموسى. 500 ألف على خمسة ولا سستد المليون. يعني هذا يكون. الاثر ضعيف جدا. طيب لي نفرد. أرى نشوفه. إحنا هذين دبا حده بشكل وقع لنا. تيدوز العيد وتنستردو. وتستفد لكي يستفد من عملية الاستيراد. لكن المواطن في آخر مطاف ما تستفد علاش. حيث عملوا الموقعة هذه العملية. ما سمعناش في الواقع في الأسواق في البرامج اللي كنديرو. في الاتصالات ديالنا مع الناس. ما سمعناش بأنه. لكن هذا اللي تنتكلم عليه هنا. ما شي طريقة يعني علمية. أننا توصلنا للنتائج أن الحولي مرخش. لا تنتكلم لكم طريقة جريبية واقعية. للأسف ماشي علمية ماشي بإحصائيات لأننا معناش إحصائيات. ما كينيش. حتى هذا العام. ومنوقعات هذه العملون. ما رجعناش من بعد العيد. وقلنا هاش نستفدم هذا الاستيراد. وهالأخطاع اللي رسكبنا. والو. ده العملية. والناس اللي ربحوا. ربحوا. والمواطن. سلم أمرو الله. وبقى الثمن هو هذا. نفس الشيء هاد العام هادا. هو عاوتاني ما عندناش رؤية نهائيا علش كوني يخذ الدعم. وش حال خدو ديال الدعم. ووش كين تسقيف ديال الخاروف. لان الدولة من يخذ منك الدخل. وهنا قانون. آآ المنافسة وحرية الأثمينة. راه واضح. رات يمكن الدولة عندها لحق الدخل. باش تسقف واحد المنتوج معين. في واحد المناسبة معين. علاش. باش ما نوقعوش. في واحد الوضعية ديال ازمة. اللي غادي نزيد نتقل الكاهن ديال المواطن. لمسهلك المغربي. اذن ما تدخلاش الحكومة عاملون. وهاد العام ما تدخلاش لحد الان ما تدخلاش تسقيف. فغادي نعطيك الدعم. ما عرفناش الدعم. راي عاملون كنا كنا ندرو خمسمية و سسمية دل. ما عرفناش الدعم. ما سمعتش وزيرتي يقول هاش حال عطينا ديال الدعم. نفس العملية كتتكرر اليوم. وغادي عاو تاني. المواطن يسلم امرو الله. ويدوز وياخد حولي دياله. واللي يقدر. ها واللي ما قدرش. لي الله. على اين. تبقى سنة. لسه تعيدها. رغدي ديالها. ويتقرب الي الله. ويفرح الوليدة دياله. ويمكن. يصدق منه. ويعيش دك. الجو ديال العيد وديال الفرحة. واللي ما استطعاش. لي الله. اذا. نعود. تاريخه يعيده نفسه. عاود دعم. بين قوسين. ونقطة استفهام. واش كين دعم. ما نعرف. واش كلي خده الدعم. والحوليها هو. بنفس الثمن. واخا. يعني المفروض. الناس بعاد المليون. ايدن كافية. ولكن الثمن طالع. ايدن من رغن هنجين ندخلو هادو ديال على برة. خل الثمن يهبط. واش غادي جيو لنا دبا. بقبلت العيد وذيقول لنا ها تمانش حالهبط. وولا جيو امور العيد وذيقول لنا التمن رهبط. ورحنا استفدنا. وتعطينا احصائيات. ولا عودتني دوز. ودوز. ودوز. الله يدي سوي لخير. عيد مبارك سعيد ان شاء الله دكتور. اشتركوا في القناة